طيب خلينا نتكلم عن علاقتك بالسوشيال ميديا وانت بتعمل فيديوهات على السوشيال ميديا هل ده ساعدك ان انت تنتشر اكتر؟ كتير كتير واللي كان مسعيدني في ده اكتر اللي خلينا الموضوع يبقى اسرع اللي هو مفيش حد كتير في اللي هو مش في دوميات هناك أو الجزء بتاعنا هناك مفيش ناس كتير فاللي هو الموضوع كان غريب اصلا اللي هو مين ده وبيعمل ايه؟ يزمر اه خلاص اللي هو احنا عايزين بقى تشوف بيزمر ازاي؟ بيروح فيه؟ طيب اول حاجة زمرتها كانت ايه؟ اول حاجة خالص كانت كنت بجرب وغنيت اسمها ايه؟ لمستك بتاعتك بتاعت عامل مصطفى طيب ممكن تسمعنا اول زميرة يعني انا عارف ان انت يعني ما شاء الله عندك زمامير كتير بس اشتركوا في القناة وغني بس حاجة خلاص وغني اول خلاص وغنيات coins عمير كعني كي مسرح فقرتي بالتراك ده أنا أول تراك لعبته، ما لعبته شتنيني بعدها، فإنه هو تنسي. بس هو كان الخطوة. كان هو ده اللي هو سخان. أنا كان عندي مشكلة أسان في الأول، أول ما بدأت أنا مذاكر الوحدي، فأنا بجد ما عرفش أي حاجة للقال. فبجد تقريباً أني هنقول أول سنة تقريباً كنت كل حاجة بعملها غلط. بس اللي هو كان كل اللي مساعدني تقريباً اللي هو اللي يعني هاو. أنا سامع حاجة. أنت سامعي. سامع بالزبط، فالموضوع معي اللي هو أنا سامعي حاجة تطلعها كويسة، فلو سمعت تطلعها كويسة، لكن لو سألتني بعمل هي أقول لك ما عرفش. بجد ما عرفش. بدأت اكتشافك أن أنت بتحب المزيكة وأن أنت عايز تعزف إمتى؟ بعد ما دخلت تربية نوعية ولا قبلها؟ قبلها يعني من بعد فترة أعدادي مثلاً كان فيه آلة كده اسمها ريكورد. طبعاً عفاها. فأنا حلوة دي خفيفة. لقناها. يعني هي أنا لقيتها في دومياط، فإن هو محلفها جبتها وجربتها وبدأت اللي هو ما عرفش أي حاجة في أي حاجة، بس أنا بقعد ألعب بيها. بعدين طلعت شوية كنت بلعب معها بيت بوكس، بعدها، بس وفضلت بقى في ده شوية لحد ما حسيت اللي هو. أنت شخصين كنت بتبيت بوكس؟ بس كم ده من زمن قبل. آه يا عدواتي هتنسى طبعاً بقى. خلاص. عيبة فيه؟ وبعدين لما الموضوع دخل في دراسة فإن هو حسيت اللي هو إيه اللي أنا بعمله ده. لا عيب ما يفعش. اسمها، اسمها، اسمها شي كده اسمها، إيه الهبل اللي أنا بعمله؟ أكثر من أن أنا كنت بعمله برضو. إيه الهبل اللي أنا كنت بعمله وما يفعش أقوله ده؟ بالزبط. أيوة أيوة. طبعاً عبد الرحمن، أنت في الوقت ده دعموك بقى أهلك وصدقوا أن أنت موهوب وعايز تعمل حاجة؟ دخلنا في نقطة، أنا كانت كل مشكلتي مع أهلي في المزيق، أنا والدي على فكرة كان بيلعب مزيكة، كان بيلعب إقاع، بس قبل ما ياخد بقى خطوة الخطوبة والجواز والحاجات دي، أنا والدي كان بيلعب ده. أيوة يعني دي موهبة جاية ورافة؟ هي حباً كده، فهي كان بيلعب كونجا وبونجز، فكان حابب موضوع الإقاع قوي. أنا معرفتش دغل لما لعبت مزيكة، بجد. هو الفكرة بالنسبة لهم أنه ما كانتش ما تبقاش دي دراستك، يعني ما تبقاش دي دراستك ودي حياتك. خليها هواية، أعمل كل نفسك في المزيكة، بس درس حاجة تانية وخليك في حاجة تانية. وأنت ما سمعتش تانية؟ أنا ما قدرتش أعمل ده بجد، أنا مش ممكن أقول اللي فيه حاجة أقل من فاشل، أنا فاشل في الدراسة جداً. ما بعرفش أحفظ، ما بعرفش أعد دفتح كتاب وأقرأ، ما بعرفش أعمل ده تماماً، فأنا الحاجة الوحيدة اللي كانت ممكن تخرجني من التعليم للمزيكة، فأنا بحب أعملها، فخلاص هعملها. ولجأت بطريق أصعب شوية من الكورة، عشان الناس عادتك بتهرب بالكورة. أه، يعني لا، حالها وحش اليومين دول. أنت راجل عقلاني وواقعي وعارف اللي فيها، فألك أنا أزمر. أنا معرفتش، ما بعرفش فعلاً، دايب، يعني أنا مثلاً كانت نتائجي كل المواد اللي عملي، امتياز، 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 مقبول، مقبول، راصب، مقبول، راصب، دايماً، بجد من غير أي كسوف، من اللي هو أنا المواد التربوي دايماً عندي معها مشكلة، اللي هو أنا بقى بقى قدام الورق اللي هو أنا عايزي دلوقتي. وده عايزي دلوقتي يعني؟ أنا محتاج إيه؟ أنا مش مهد؟ سمعنا أي دلوقتي؟ أنا الترك ده أنا بحبه أقل، يعني أنا غالباً ما فيش حفلة أو حاجة ما بلعبش الترك ده أنا بحبه جداً بصراحة الترك بيرفكت. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 شكرا للمشاهدة موسيقى موسيقى موسيقى